عمي قولي شطر، قولي أنس، قولي أهلا وسهلا مش كفاء العائل كسروني المرابين بتاع العربية درس الطب لكنه عشق الفن إنه الفنان والموسيقار عزة بعوف الذي رحل عن علامنا في ساعات الصباح الأولى بعد صراع مع المرض كان من أرقى الفنانين في مصر وكان ليه باع طويل أويف في الفن المصري والله كان فنان محترم وكلنا كنا بنعزه كان فنان شيك وكان مهزب والناس كلها بتحبه بصراحة وارث عزة بعوف حب الموسيقى من والده الموسيقار أحمد شفي أبو عوف التحق بمعهد الكونسرفاتوار وكان من مؤسس فرقة البيتشا في الستينات التي قدمت أشهر الأغاني الأجنبية لتعود بأعضاء فرقتها مرة أخرى في الأعوام الأخيرة في السبعينات أسس مع شقيقاته الأربع ومنهن الفنانة مها بعوف فرقة الفور أم التي لاقت شهرة كبيرة كما وضع موسيقى أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة بدايته السينمائية كانت في فيلم آيس كريم في جليم في مطلع التسعينات واستطاع أن يحفر اسمه بين فنان جيله برصيد كبير من الأعمال في السينما وتلفزيون فقدنا اليوم فنان شامل فنان متميز وفريد من نوعه على الساحة الفنية المصرية ما نقدرش نقول هي الساحة السينمائية ولا الساحة الغنائية ولا الساحة الإعلامية وفاة زوجاته ورفيقة حياته عام 2012 كان لها أثر كبير عليه ومنذ ذلك الحين بدأت رحلته مع المرض من أهم المحطات في حياة عزة بعوف رئاسته مهرجان القاهرة السينمائية عام 2006 لدورات عدة أعطى خلالها دفعة كبيرة للمهرجان فيلم هروب الطراري كان آخر أعماله عام 2017 وكان ينتظر استكمال تصوير فيلم كل سنة وانت طيب إلا أن القدر لم يمهله سمر بشات العربية القاهرة